نجاح الجامعات اللبنانية على الصعيد الرياضي خارج لبنان متابعة هالمرة مع جامعة هايغازيان يلي شاركت بدورة يورو فالانسيا الجامعية الدولية بإسبانيا على مدى خمسة أيام ورجعت بنتيج مميزة جامعة هايغازيان دايما بتشجع الرياضة وبتشجع طلابة تينضموا بالفرق الموجود بالجامعة وهيدي تاسع مرة انه منشارك ببطولات برات لبنان ومنمسل لبنان برها خمس فرق مسلت هايغازيان بفالانسيا بمشاركة 40 رياضة و 6 مدربين استطاعوا انه يحصلوا على لقب بطولة كرة السلة للسيدات بعد تفوق على جامعة فالانسيا بالإضافة للمركز الثاني بكرة المضرب للرجال ومركز الثالث بكرة الطاولة للسيدات كانت اكسپيريينس كثير حلوي لأول مرة بشارك ببطولة بره خدنا خبرة من الجامعات لعبنا ضد 2 من إيثالي وتنام من لبنان ولعب من سوربيا لعبت معه بالفاينل اكسپيريينس جديدة أول مرة بلعب بإنترناشنال تورنيمنت مش أول مرة بنلعب بإنترناشنال بس أول مرة بنربح بإنترناشنال تورنيمنت مبسوطة كثير أنه حققنا إنجاز مش بس أنه لهايغازيان مع أنه جامعة صغيرة بس كلبنان ومع هالنتيج بتكون جامعة هايغازيان جعلت من نفسها حلقة بمسلسل تقلق الجامعة اللبنانية بالخارج